هم بيرزدوه من شرع الأزار بيرزدوه من شرع الأزار ماشي وغاين بيجروا بيه وغاين بيجروا بيه ماشي وهم وهم بيجروا بيه فجيه هنا عند الحادث الكعبل فلما الكعبل محمود بيدنا معاليه راح مفجر نفسه كان ماسك علبة صفرة علبة صغيرة تسعة يعني تمانية ونص تسعة الاروبع كده بالكتير انا اه ساكم في القلب المنطقة انا كنت واعف حضرتك انا وقعت من طولي انا كنت واعف وقعت من طولي وهم بيجروا بيجروا بيه وانا الجارية بتاعتهم انا اتخضيت فلما قربوا عليه ولما الكعبل هنا راح مفجر نفسه الانسان اللي هو دخل فجر نفسه دوت كان فيه تلت أماناء وظابط انت تصابوا وخبالك فاحنا لما سمعنا الانفجار انا ورشتي بتاع صادف انت كانت خان الخليل قبل الانفجار فجرينا فقرنا عن بوبة وكده لقيت ناس نايمة وهو الامين جري وراه واخبالك راح مجايين مسنودين ايه واخبالك عليه فلما السند عليه وترامى عليه راح ممفجر نوت ايه اتنين اماناء واخبالك اصابة جامدة فلاقيت ايه الرجله طايرة وكده والانسان ذات نفسه دوت متصب يعني متفرتك خالص والحمدالله انه هو لانه كان داكل على خان خليلي دخل علي هنا هروبا منهم وهما رصبوه الزابط مصاب والضحايا من الامناء ومنهم الامين محمود دوت انسان محترم جدا في الدرب الأحمر انا كلنا نعرف والشرطة كلها يعني طبعا ايه قطر خيرهم انه هما رصبوه لانه لو كان دخل الخان كان حصل بهدالة جامدة ففي منطقة شعبية احنا نقدر نتحمل غير السياحة وغير الاجانب فالحمدالله يعني انه هو ايه واخبالك انفجر واحنا ايه واخبالك وربنا يرحم المتوفيين وياخد بياد المتصابين لان دا مؤذي وحاسب ان الله نعمل واكل فيه وان شاء الله ربنا ينسى المؤسر وشرطاتنا وجيشنا باذن الله انا ساكن في البيت الورا الحادث احنا اسمينا حالتك الاول صوت انفجار جامد قوي بعض الناس قالت انبوبة بعض الناس قالت تيار القاربائي حصل يعني قفلة قاربائية وكده احنا جدينا على مكان الحادث لقينا بعض المصابين من بين خمسة وست مصابين في بعض الاصدقاء مننا شلقوه مع الفيزة وجير يبقوه مع المستشفيات جي السيد وكيل النيابة وبعض الاخوة الزباط والسيد مدير الامن جي والسيد الحكمدار طبعا احنا بنشت السيد الرئيس الجمهورية بنطلبك يا رئيس بعد يزن حالتك ان دي منطقة سيحية وان دي منطقتك اصلا بنشت حالتك بس ان احنا عايزين نعيش هنا في امان احنا منطقة سيحية واكل عيشنا وقف وطبعا احنا مناش مصدر دي غير ان احنا نقعد هنا واكل عيشنا هنا في احنا بنشت السيد الرئيس ان انت بس تتكلم السيد وزير الداخلية ان هو يهتم بالمنطقة دي شوية يعني في الامن والامان طبعا احنا سمعنا من استاذ احمد موسى ان بقاله ميومين ماشيين وراه طب لعه على الرتك اللي الراجل ده وصل لغاية هنا اصلا ودي منطقة سيحية وما ينفعش يحصل فيها كده تالت انفجار قبل كده في الحسين ومدرية الامن وبعد كده هنا عندنا طبعا احنا عندنا السياحة اصلا يعني الاقتصاد فاحنا بنشت سيحية تكرايس ان انت تشوف لنا وضع في الموضوع دول وربنا يرحم الشهيد محمود ابو اليزين